السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المتابعين أهلا بكم من جدد معكم اللقاء في حلقة فريدة جديدة من سلسلة أول مرة نكتب فيها هي سلسلة Reading Comprehension اللي هي كراءة الفهم ما حبناش إن احنا نهمل أي مهارة من مهارات اللغة اشتغلنا مع بعض على Pronunciation اشتغلنا مع بعض على Translation الترجمة اشتغلنا مع بعض على Grammar Quizzes اللي هي اختبارات قائمة على القواعد اشتغلنا مع بعض على بعض التركات الخاصة باللغة بواجهة عام من الشغل النهاردة حالة أولى من سلسلة جديدة هي Reading Comprehension ما حبتش إن أنا أقراها معاكم ويكون الطريقة تقليدية ولكن أنا حبتت مكفيها الفور سكيلز اللي هي أربع مهارات كراءة وكتابة واستماع وتحدث إزاي ده هيكون؟ إحنا نسمع دلوقتي قطة القراءة جزء جزء وبعد كده هيطلب منك إن انت تحل عليه مطلوب منك المهارات التانية إن انت هتحاول تتكلم عن اللي انت فهمته من قطة القراءة وبعد كده تحاول تكتب يبقى أنت سمعت وكرأت وكتبت وكلمت ده بيفرم معك جداً وهتقول إن فعلاً أنا بتعلم صح لأن هيجي عليك وقت بعد ست شهور هتقدر تتكلم انجليش ولما تدخل الجامعة تلاقي مستواك مقارنة بالناس اللي ما كانتش بتشتغل على نفسها فارق كتير القطة قطعتنا اسمها Reading to the child Reading to the child زي ما احنا شايفين في الصورة كده طينا نشوف كده مع بعض نسمع واحنا بنسمع بنقرب عنينا ابدأ It is advisable for parents to read to their children at preschool and early primary levels نسمعها تاني ندكش مشكلة It is advisable for parents to read to their children at preschool and early primary levels تاني عشان تتابع معا خلي بالك الكلام فين وهو بيقرأ فين عشان ده يفر معك جداً It is advisable for parents to read to their children at preschool and early primary levels When they read to a child from storybooks, comic strips of the better type, and children's magazines he becomes aware that books, magazines, and newspapers hold something of interest and amusement for him نسمعها تاني ركز في النطب ينطع ازاي When they read to a child from storybooks, comic strips of the better type, and children's magazines he becomes aware that books, magazines, and newspapers hold something of interest and amusement for him نسمعها تالت When they read to a child from storybooks, comic strips of the better type, and children's magazines he becomes aware that books, magazines, and newspapers hold something of interest and amusement for him تمام بوزل بعدي جهز نفسك اسمع ركز عن نطب اقرأ بعنيك شغل ودينك ابدا He also comes to realize that this something, which he enjoys, is tightly locked within black and white symbols, and that these symbols can be unlocked only when one knows how to read اسمعها تالت مرة تالت اسمعها تالت فوقت اللي بعد كده جهز نفسك ابدأ اسمعها تالت اسمعها تالت اسمعها تالت اسمعها تالت اسمعها تالت اسمعها تالت ما أرقمان إذا كنت أعطى بسرعة إداره إنه يساعد مناعت אומרته عن كل منط problems ف 진리 ي complètement تفاجأ أو أجelles على سترinarه إذا كانобщ provisions على ذكر مناعات في الممر عندما يكون أج stör 대한 يداره WorkingNA HELPR شكرا للمشاهدة ندخل على التمرين أطلب منك Find words or phrases in the passage which mean the same as طلع كلمات من القطعة بتسوي الكلمات دية اللي قدامك Cartoon Stores Number B Entertainment Number C Strictly أو securely Number D Released E State of being conscious Number F Create State of constitute في كلمات انت هكون عارفها في كلمات مش عارفها دايما نبحث في القاموس دا بيسموه self-studio هيعلمك حاجة اسمها الزاتية يخليك تبحث عن المعلومة بنفسك وده النظام الجديد في التعلم G A launch towards a higher level H Jump I willing J choosing on one's own K advance أو proceed the verb فعل L motive M by himself وانت بتحل في حاجات هتعرفها حاجات مش هتعرفها الإجابات موجودة عندك أهاي لو أول مرة في صحبات قدامك حاول تشوف الإجابات وتربطها مع الأسئلة مع الوقت هتلاقي نفسك بتتعلم تدريب اللي بعدي number one اختر لإجابة صح starting to read to a child at an early age نحن نقرأ للأطفال في سن مبكرة يطر Enables him to amuse himself with the comic strips ولا stimulates his wish to read by himself ولا makes it possible for him to select his own books ولا is essential during the preschool period ولا makes him a successful student in elementary school مع أقوأت إن نكترق على اللص الأصلي وتشوف الحل الصحب number two if parents go on reading to the child despite his acquiring disability لو الآباء استمروا في القراءة الطفلدة برغم من قدرته على أو برغم من تعلمه القدرة يطر the immediate aim even if unconsciously to appreciate what they themselves do ولا the child can't learn to make a good selection of what to read ولا the child is likely to lack the motivation to read on his own ولا he can never be fluent in reading ولا he becomes a listener rather than a leader a reader three parents are advised to teach the child to read before he starts elementary school ولا to start reading with amusing stories so that the child becomes more interested in reading ولا to leave the child on his own when he no longer gets any pleasure from being read too ولا to stop reading to the child when he starts elementary school so that they don't interfere with the teacher's instructions ولا to stop reading to the child once he has sufficiently acquired reading ability إجابات أهيه ولكن تبصش للإجابات اللما تكون اشتغلت على نفسك هتواجه الصبابات طابعاً ده النظام الجديد اشتغل مع الوقت هتيجي معاك ده النظام الجديد اكسرسيز 3 complete the sentences by selecting words from column B in exercise 1 column B اللي كان في exercise 1 في كلمات هناخد من الكلمات ديّاً ونكتب على النوات number 1 all of the money spent by charities comes from نوات contributions نمعتقين كلمة من الكلمات اللي فوق المعنى يكون مستقيم بيها number 2 the cat knocked onto the wall of the other side and then ran across the neighbor's garden كلمة من التمرين الأول تكامل المعنى ده number 3 the children's new toys provided them with hours of number 4 before learning to knock the letters young children have to spend a lot of time drawing lines number 5 if you don't fasten the rope it may come undone الاجابات اهيه؟ ليه انا كتبت الاجابات؟ علشان ده تمرين جديد بالنسبالك انا بحاول اسعدك بحيس ان انت تاخد ثقة في نفسك مع الوات اللخص اللي انا قلنا النهارات دو مطلوب مننا احنا بنشتغل اربع مهارات استماع زي ما هو كان بيقرأ الباسدج كده مرة واثنين وثلاثة يبقى انت بتعود ودانك على الصوت الاجنبي الاصيل وتفهم بيقول ازاي وبانهن سرعة وبينطق الكلمات ازاي القراءة انت بتقرأ بعنيك وهو بيقول وبعد كده بعد القراءة في اسئلة فهم يبقى كده المرة التانية الكتابة يطلب منك ان انت تلخص اللي انت فهمته من القطعة اللي موجودة معاك والتحدث ان انت تمسك التليفون بتاعك وتفتح ريكايدر وتسجل لنفسك اللي انت فاكره من القطعة دي مع الوقت مرة مع مرة هتلاقي مستوىك تحسن مفيش حد بتعلم المشيء من اول مرة الاصفال بيقف ويقع تاني يقف ويقع تاني يقف ويقع تاني لحد ما بيقف على طول وبينشي هكذا التعلم مفيش حاجة اسمها استسلم طريقة خاطعة ثقة بالنفس التيجي مع الممارسة ما بتجيش مع حاجة تاني ادعو لكم بالتوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته